فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار إلى سنن النسائي كتاب قيام الليل والطوع النهار روى المصنب بسندي الصحيح أخرج أوداود وأحمد في المسند وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيبت المسح علىك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلت فإن أبى نضحت في وجهه الماء وهذا حديث عظيم فيه فضل قيام الليل وقد اختلف العلماء في قيام الليل وسنن الرواتب أيهما أفضل يعني وسنن الرواتب الذي يتضمنه حديث النبي سلم من صلى 13 تركع في الهام الليل بين الله له القصر بالجن فالصحيح أن الشفعية يرون أن السنن الرواتب أفضل من قيام الليل وقيام الليل هو أفضل لأن النبي سلم أسقط السنن الرواتب في الصفر ولم يسقط قيام الليل لم يطلب قيام الليل صفرا ولا حضرا لا سيامة وأنه يعني ضمن قيام الليل لصلاة الوتر وفي خلاف العلماء قال يا واجب أمير لما تخلفتي هناك درسان فاتاكي لما تأخرتي لما أبو الوليد ما أصدق أنك تأخرت أنت أكيد موجود هنا في التليجرام أكيد هاي نعم ممتاز أعرف ذلك فهنا قال أن السلام رحمه الله ومرأة نقام الليل في صلى وهذه فيها دلالة على فضيلة قيام الليل وفضيلة التعبد وقت الخلوات ووقت ما أخذ الناس النوم والسهاد فقال رحم الله رجلا وهذا دعاء كل من قام الليل فهو قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وأي دعاء يكون مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكل قائم للليل قد أصبته هذه الدعوة كل قائم للليل في الليل قد أصبته هذه الدعوة رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى لعلك قام من الليل فصلى ثم أيقذ امرأته تصلي يعني فصلت فيكون خيراً وقد أتى أتى بخير لخير ودال على خير ودال على الخير كفاعله قامت فصلت فإن أبت نضح في وجه الماء وهذا فيه معنى عظيم من معاني التعاون على البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى في الطاعة يعني يجعل الأمر فيه من الصلة الخيرة ومن أواصر المحبة ومن الأنس واللطف ما أعظمه بين الرجل وبين امرأته إذا كان بينهما طاعة فقال فإن أبت نضح في وجه الماء وممكن أن نضح معه المسك مع الماء يعني وله أن يقبل بين عينيها هذا أيضاً يساعد في القيام ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبا نضحت في وجه الماء وأيضاً طبعاً نضح في الماء يكون على اليسق مش تضرب فيه الماء هكذا سيقوم ويقتلها يقتلها ولا يسمي عليها فإن تنضح الماء بتقطير بعض القطرات وإن كان في الجو البارد جداً لا تفعل ذلك إلا أن تسخن ماءاً وتجعل ماءاً دافئاً رقيقاً في إنزاله عليه وهذا من باب وعاشرهن بالمعروف وورد أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه من الأخرى ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسين بن علي حدث عن ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة يعني جاء ليلاً جاء ليلاً خليها بالماء البارد عشان تعرف هيعمل فيها لن يرحمها سيزبح زبحاً بارداً سيزبح زبحاً بارداً يا سامي نهيك بقى يعني لو كانت بتصب كل كل الإناء أو كل الكوز أجلكم الله على وجهه ستسمع بالأخبار ستأتيك الأخبار ترن وترن فعليم الوطالب يقول بأن النبي الطرق هو فاطمة فقال ألا تصلون يعني من الليل فقال ألا تصلون قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعث بعثها فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك أسلم ما سمعت وهو مدبر يضرب على فخري يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً هنا جواز تروق الرجل أهله ليلاً وجواز الاستئذان على ذلك فيابنته وهو ابن عمه وهو زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلون وكان كلامه له ولعلي ولفاطمة فأجاب عنها علي وقال يعني أنفسنا إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أبعثها فإذا شاء أن يبعث أبعثها فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك لماذا تأخرت يا تار لماذا تأخرت هذا الدرس الثالث إياك أن تقولي سيقولون مجنونة ولو مشيت في الشارع وأخذت الموبايل قلنا أنت أصلاً في أصل الأمر مجنونة فلا عتب على من يأخذ الهاتف مجنوناً ويمشي به لماذا تأخرت إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث علي ابن أبي طالب وفاطمة لماذا لم تصلوا لماذا لم تصلوا هل تصلون بالليل ليس لكم يعني حظ من الليل وطبعاً هذا يعني بيان للأكمل وما قال لهم ذلك إلا أنه يعني يحثوا أن يحثهم على أنهم من أهل الكمالات فلا يضيع عليهم الكمال من أهل الكمالات فلا يضيع عليهم الكمال لذلك قال قال معتذراً أنفسنا بيد الله إن شاء بعثها وكان الأولى يقول سنقيم الليل يا رسول الله كان الأولى يقول ذلك عليكم سلام جاهد سنقيم الليل يا رسول الله وفيكم بارك أستاذ أنور كان الأولى له أن يقول ذلك يقول نحن سنقيم الليل ويعني وان كنا وان كنا تأخرنا في الاستيقاظ لكننا سنصلي كان أولى بالجواب لكن لما قال أنفسنا بيد الله كأنه يحتاج لنفسي بذلك في القدر ولأنه نوع تقصير ونوع التقصير لا يحتاج به بالقدر فيه نوع التقصير لا يحتاج به بالقدر فيه فقام النبي مستعجما ما قاله علي فضرب على فغدي وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا على أساس أنه يحتاج بالقدر على بعض التقصير نوع من التقصير لأنه نام ولم يأخذ بالأسباب التي يستيقظ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وأضرب على الفغدي بذلك على أنه برر لنفسه نوع من التقصير بالاحتجاج بالقدر في رؤية العلم بن أبي طالب دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فإقاظنا للصلاة ثم راجع إلى بيتي فصلى هويا من الليل أحبك الله أستاذ أنور وأنا أحبك لا نسأل الله أن يجمعنا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم غني بقى أنت وهي غني وقته بشعر أيضا ومؤلف وملحن وإقت لنا بآلات موسيقية عشان أتغلنا من دل اتنين اسمعوا الدرس الصفية دخلت في الكولار والاسمه اللي بيرد عليه من وراء الله مستعين قال دخل علي على فاطمة رأي الله عنه وأرضاه فصلى هويا من الليل فلما يسلعنا حسا فرجع علينا فإقاظنا قال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرك أذني عيني آسف وأقول إن والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما فسنا بيد الله فإن شاءنا بعثنا بعثنا قال فولى رسول الله ويقول ويضرب بيدي على فغدي ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا طيب ممتاز أعطونا منه جانبا قال ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكأنه أنكر أنهم لا يستنون أنهم لا يسلون نوافلة وأيضا أنكر أنه احتج بالقدر على بعض التقصير وإلا فالإنسان مأمور إلى الوصول إلى الكمالات تقربا رب الأرض والسماوات وفيها الإنكار على من ترك الفضائل وهذا ليس إنكارا هي مناصحة مناصحة لكنها مناصحة مؤكدة متأكدة لا أنا ما أقبل أنا ما أقبل جزءا لا تعرفونني أنا أنا إما الكل وإما لا أريد كله وليس جزءه الفائد الفائد المصنبطة فضل مؤناسة الرجل لمرأة والمرأة والمرأة لزودها بوضع الماء يسيرا على وديه حتى يتعاون على البر والتقوى كراهيت الاحتجار بالقدر على نوع التقصير كراهيت الاحتجار بالقدر على نوع التقصير حسن التناصح للتعاون على البر والتقوى حسن التناصح للتعاون على البر والتقوى مرة عليهم سوى مرة عليهم مرة ثانية قال ألا تستيخزون ألا تصلون وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُونَ عَلَتِ الثُّرَيَّةِ فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّةِ وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُونَ عَلَتِ الثُّرَيَّةِ فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّةِ فَذَافِقُونَ كَسُقْيَ الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّةِ فَأَخْلِصْ لِيَّةَ رَبِّي وَكِينَ تبارِك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا